أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائن يقول يقول بعض الناس في بعض الدول المجاورة إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حاونت من خرج على الوالي العثماني فيعدون بذلك قد شقوا عصى الطاعة واستوروا على الحكم دونه فهل هذا الكلام صحيح؟ الشيخ دعا إلى التوحيد وهدم معالم الشرك هدم معالم الشرك ولم يقم على السلطان لا خرج على السلطان وإنما قام بالتوحيد وأيضا السلطان ما استولى على بلاد نجد بلاد نجد بيد حكامها وأمرائها ما استولت عليها الدولة وإنما هي بيد أمرائها وحكامها وأيضا الشيخ ما ظهر في هذا يطلب الملك أو نزع يد السلطان وإنما قام بإزالة الشرك ومظاهره نعم ترجمة نانسي قنقر